مزيك فن تبع الموجة ونسي قلت سيدي الرئيس المخرج اليوم عندك أنت وإلا خلي الناس تخرج الشارع وكنت من الدعين إلى تطبيق الفصل الثمانين المتعلق بالخطرة الدهم على حد تقديرك شنو الخطرة الدهم اللي يعتبروا رئيس الجمهورية في تفعيل الفصل الثمانين سي محمد هو ساحب مقدمة صغيرة نحن بقينا خاصة نرجال القانون ديما صار في دول أخرى في تجربة أخرى معقول مثلا نقول فرنسة في حالة حرب أهلية مثلا نجموا يستعملوا والفقائل الفرنسيسي قلوا هكذا نحن عنا بالفعل خطرة تعودنا هكذا حيث الكل ملي تولدنا في عمضة السبدادية والكل مرة وش في دولة دولة تظهر مرات مرات لا دولة رأي بالضرورة دولة قانون موسط إذا القضاء ما يخدمش إذا فهم ناس فوق المحاسبة إذا الدخلية ما تتعاملش مع القضاء مع الفتح ملف الفساد اللي هو مدمر المقدرات على البلاد وما يقول لك حتى حتى غير ذلك المشكلة مش اختيارات اقتصادية المشكلة مناخ بتعامل سيئة ومناخ عام سيئة يهرب في الناس وخلى الناس ما تحسش بحتى أمان هذا يش يقولون أن الناس اللي ما يقول لكمش مباشرة نعلق لكي نقعد معهم نترا في الكل حتى في أسحاب المواسات في غير ذلك وصننا الوضع غير قابل للأسلاح طبقة سياسية تحكم ما تطمنا ما عندهم يمشي وتواساتي صوتولها وفي الأخر تحمي روحها الساعة من ناحية تبتز وهي تحرك في الحياة الاقتصادية في الوجهة التي تحب عليها هي وأول وجهة حركتها هي وجهة عدم الثيقة لا في اقتصاد ولا في المستقبل المتعى تونس وصننا الوضع بالحق في رأينا بعد عشرة سنوات ومناش خارجين منه ونهار كل ينظروا الناس يقول لك الحل في القواعد المالية هذه ولا القواعد الاقتصادية هذه ولا الحلول هذه فم يجحون حتى حلول المناخ العام متعفن يزمو حل الحل هو من المفروض شعب تونس يمشي يختار ناس أحسن من الموجودين هذا ما صارش وفي رأي ما وش يصير بسيطرنا على الجزة من الأعلام بشبكة الاجتماعية الشعب تونس يزاد جديد معنا في المجالة السياسية ربما مش كما شعوب أخرى فاتتنا بدينا السنة الديمقراطية هذا يزاد واحد يسمو ياخذوا معنا الاعتبار بالتالي منيش هرافع حتى حل تونس إلا جي حكومة قوية تفرض قوانين تغير مناخ عمال مختلف أنا في رأي تبدأ تتقدم تونس مش تتقدم تتقدم رأي ومطاريش كمش تخلطوا عليها أما على الأقل شوفوا البوادة تعدوا لما تقدم نحكي اقتصادين مش تبعين من وقتها أنت كنت ترى في الانسيدات وأعتبرت الفصل الثمانين مدخل إلى حلول وأنا الرافع حاجة أخرى ما كانت من أقناع بها تواسة جاء التجربة حكومة الفقفاء قطع نظرة مشاركة النهضة فقفاء ما كانتش تتعدى ما غير النهضة والكل رأي بالفعل حكومة ديك حاولت قطع نظرة سلبيات عملت محاولات جدية في كونة تقطع من المسألة دي متع سيطر على الإدارة والكل متعين ليش ولات ما كده ما نعين نكش جماعتك ما كده وراني نقاوم في فسد الناس كل ما ليش نبربش فيك ما نعين نكش يا أنا رأي دي كل دي كل دي في الآخر فشلت الحكومة دي فشلت العديد الاعتبارات وانا كأخرج قلت رأي نهويت ربما نعمل غضب والكل خطر كان نجم رأي خطوش وجلات ما أخذيناش على كل حال أثرت التجربة دي حتى وقتها حبينا أن نعملوا حاجات تلقينا فاء بعض الصعوبات كنا نجم وغيرهم ووظفين ما أخذيناش حكاية طويلة وكتبت ما نجم تكتب فيه بعد كأخرجنا جاءت فكرة معينة عنيش ما يبشيش هو الحل الجير تشيش تصولوا الفكرة جديدة عندي أنا راني شاركت في الانتخابات الرئاسية 2019 أرجع لتجهلات راني نحك الفصل 80 أما عمري ما ذكرته قلت رأي جمهورية رأي بعيد ما يسيرش لعنده اللي دخل لطرقها طرف صح لا في حد شي أمره في الأزمات يتدخل ولا يسمح بالفساد السياسي اللي عنده علاقة بالأمن القومي حتى حد ما سيني في التفاصيل هني جبتكم مع التفاصيل أنا في رأي اليوم جاء رئيس والحاج يوريست مش شقة صعوبة في الأقناء ما عنده حد يقل هو دي جاء فهم يستشير ناس وفهم ثلاثة هو بيد وهذا اللي راني أخر تصريح عملته قبل فانسان قلت أنا يأست ما سيد رئيس جمهوري مش بدأ في بلك ملتب تصريح هذين قلت الحل هو كون الشعب يتحرك سيسوا بعضكم ما توصوش الدموية بتستفزوش برشة رجال الأمر رو في الأخر سيتخلونا عن نظام الفاسد ونحكي عن نظام الفاسد بالفعل ومش فرحان روه مش بدأ في بلك والحمد لله تعديد سلامات مش أنا لحركة ناس أخرى حركت وبدر وكذا أما تعديدتنا سلامات وقتها لحظة برك كان وصلنا أكثر من هذي شيصير يصير حاشتين يا أما مكتوب علينا التخلف يا أما الانتفاضة على نظام فاسد وغير قابل للأسلاح بالطرق الاعتيادي ووقتها رأي فوضى وفوضى وفوضى وعند يسوي الناس فيه إيه من بعد ما نعمل الفوضى هذه من بعد ولي ثورة إلى الأخير شو بش يسير شو الفرق بين 2011 هاو تنحى نظام السباب إيه لك شو الفرق هاو جايو الناس خلين فاسد نوك خلي قول تسير وهذا ما فضلت والأسلاح يسير من داخل الدولة داخل الدولة معنا رئيس جمهوري موش مورد في الشابة كمتاع الفاسد ومستقل على أطراف الكل ياخد قراراته نوك كل هذه الأسباب الموضوعية والانسداد أدات إلى الفصل الثمانين على حد تقديرك وكان من الأفضل أنها تأدي للثمانين بالنسبة لك الثمانين إيه تنكادر لقى الثمانين هو مربع مربع دستوري حتى في قراءة موسعة للدستور لكن يبقى بالنسبة لك الثمانين تفعيل ومهم به هل نجح رئيس الجمهورية إلى حد الآن في التفاعلي مع الفصل الثمانين وفي تطبيقه فمسا الشيسا فمسوط مشاكل كبار المشكلة الكبيرة الولانية شو يجب تنجح تجربة دي مشيت للفصل الثمانين حاجة يكسبسونية على الأخر يجب تجيب فيها نتاج شقالوا يلي دعموك ولا ناس يحبت في الشارع ولا غيرها أراه ما غير الوسائلة دي مكش قادر بش تصلح دوك يجب تصلح لونك دي ما زال ما بديناش في الثمانتاشئل ومعناها ما زال ما بديناش شوفوا في نتاج كبيرة وفم مسألة أخرى خايفة كيف عن تبطء وفم مسألة ثانية هنيش هيهم الجوص فما ما يكفي من الوقت زوز اللي هي طبعا خايفين الناس من ديراباج وغيرها نحكي وعزوز فما حد مناش انقلابيين هو قال مش انقلابي يومين في كل نتبع فيه ناشقادي يتكلم في وسائل العلام يومين يذكر كانوا في حدود دستور مش حكي الانقلاب وحاجة أخرى زادة فما مجتمع مدني فما قوة حية فما صحافة فما رجال قانون وفما شعب مش الكل لحقيقة عقلاني ولك في جزء منه زادة ينجمي يذكر أما أنا منيش رافي له قاعد يدعو في الناس يذكروه كانوا ملتزم بالدستور وعلى كل حال كل من يملك سلطة أمين لسائل السغلال نحن هنا موجودين كقوة مدنية ومعارضة وصحافة وكيما قلت لك وقانونيين وكل ومن يشراه في التخوف هذا ولو ما تبين أحكي عليه أكثر تفصيل أما قبل ذلك يزموا ينجح في اللي عمله خاطر هذا مش صارت الفصل الثمانية بش نقع دستور مش مش نقع دستور ما صارتش الفصل الثمانية بش نخجو على دستور مش هذي الغاية يتعاود تخرج على دستور لخي نتمنين شرعيتنا الناس كل ولا وجود الديمقراطية دي بيدا مربوط بوجود دستور يعمل قواعد مكتوب ولمش مكتوب مع الكل حال في دستور لأننا نحن بمكتوب في 2014 ما يزمش يقع المساس بيه وأنا في رأي كانوا يتعاود التوانسق كانوا يقدسوا دستورهم أي مستبد يجيهم بعد عشر سنين عشر سنين ثلاث سنين ولا اللي كانوا يحكموا فساد ولا غيرة دي ما يذكروا كانوا دستور هو المرجع أنا شخلت قلت حق الشعب في مقاومة تغيين على أساس كونه فما خرق ممنهج الدستور تلت سنوات فاصل عشرة يفرض على الدولة مكافحة فساد وهي غادسة وردت الفساد سياسة الدولة نجم نخشو عليها مكثرة شمال هك وكان دي هي الأفكار مش مشكلتنا تغيير دستور ولا إسلاحات عميقة معناها وهيكلية مش وقتها الحقيقة طوى زوز مواضيع الكوفيد ما بداية تحق الدولة في مدى قسيرة بالكل نجاحات وإذا ما تحق نجاحات شاء الله يوسف 8% والأكثر يقولون للخبراء وقتش نجم نقف في الموضوع دي شو الغاية الألم مثل معناها في فترة زمنية معقولة والمسألة الثانية رأوا ما كانش فما إمكانية لمقومة فساد المستفحة في البلاد دون إجراءات استثنائية كما ينبغي شهريين ثلاثة أربعة ما نعرف شعلي هو إش نجم ميرا يقرر كالرئيس جمهورية في الموضوع دي خلافة اللي قاعدين يحكيوا على الشهر وفمش منها الحكاية هذك ياخد قرارون وهم تبقى بضعة أشهر ما يشنو ما نتمنى فمش منها الحكاية يا سي محمد خطر فما شكون قال تخمين وإلا خبر وإلا تحليل لا لا مش نحكي على فاع نحكي على القانون فما شكون اسمعت في التلفزي وشكون قال القانون قال في شهر قال قالوا ما قالش قال قال انت في الأسباب قال بانتهاء شهر ولا بعد ذلك يمكن لرئيس البرلمان ولا الثلاثين نايب كونه يمشيوا للمحكمة دي سوريا ما قالش الشهر لك ما فماش شهر وما فماش زاد حالة ستنيب شدوم على مدة طويلة مدة قصيرة يفتح فاها الملفات تفتح فاها الملفات اللي هي غير ممكن فتحها اهو مش قول لكم طول بوضوح شو أهم بزوز قضايا في تونس داخلية وزارة العدل داخلية في وقت ملوقات لحقيقة الملفات تعلف السيد رامي تعداش لا تعدى لرئيس الجمهورية لا تعدى للرؤساء الجمهورية من الفين وحداش وانتي جاي شو ما يعلموش بها معايا يعلموش ما يعلموش رئيس الجمهورية يكون في قطيعة مع منظومات الفساد نحن جينا في الفين وحداش مغير ما نقح القانون تعالى ثنين وثمانين صارت وقت الفترة بتاع سي منصف المرزو يقول كله بدأت فما نقاشات شكون الرئيس متاع قوات الأمن الداخلي للقانون منظم السرعة العمية حتى يتصرف الإدارة رئيس الحكومة وما قعش النقاش فاهل حقيقة لكنا هكا بشينا في التوجه قاية سعيد حتى على الطاولة حتى على الطاولة وعودة راحة وينجم حتى يذكر بالقانون تعالى ثنين وثمانين ما زال ما تقعش وعلى كل حال نحن نتعالى ثنين وثمانين كل الصلط تخضع له معداء سلطة القضاء كل الصلط معداء سلطة القضاء صعيب على انترفيو معك سي محمد صعيب على انترفيو معك الفكرة هو أن ملفات الفساد ما كانتش تخلط لرئيس الجمهورية على حد تقديرك لا هي ما تخلط لرئيس هذا للي قبله نعمد الفساد لقوات اللي من الداخلي هي عنده مدة من 2011 كما قلت لك هرا هي في علاقة برئيس الحكومة رؤساء الحكومات بشكل عام فما نوع من التعامل محركة النهضة لو كانت عسيه يشم المشيشي يشم المشيشي خدم برشة محركة النهضة على اساس كل ما تمسش وهو ما بيدهم فرضين رواحهم ببعض المسؤولين داخل وزارة إذا كعلاش ترقد الملفات تتقطع تتخبا ما نعرفش هذه مشكلة مشكلة القيناة نحن حكومة الفقفاغ ومن حد اللي يخرج يحكي في العلال لتونس خليفهم أقيم الاحترام لكل الأمنيين نحكي لبعض اللي بيعوا رواحهم وبيعوا زمنهم وبيعوا وزارتهم وشرف المهنة بتاعهم ومشي هو خدموا محزاب سياسي هذي وقت في الفصل الثمانين ما تقومش يدوروا هذو واضح الجيش في الشارع الأمن في الشارع حالة انضباط أحكم على أمنيين في الشارع تحسب حماس بشاله يدوم قدر المساطعة معناه دونك تغيير الوضع دي وفما جانب آخر يتعلق بالقضاء وين تقع سياسي تقع القادي يتجنب فيه مش معناها رو قادي فاس أغلبي القضاء الفساد هذو كم تجنبوا فيه سياسي مثل نور ما عندك ملفات تبدأ رايد ما تحلهمش ملفات وما تبربشهمش وفما شكونا كيكا ثقافته دي كيكا يتجنب تعاودة كيكا من يضمن عليه ما يتجرأش جاء رئيس جمهورية بشيقول لهم ركوش تتجروا ميكبر في عينيكم حتى حد نجحنا ومجحناش وثمانتاش يوم مثلا ومجحناش برشا أما هذا اللي قاعد يصير حتى وضع بعض القضاء في القامة الجبرية في رأيينا رأي حاجة به السيئة برشا هو كانوا يخرجوا زملائهم فما شكونا حتى حكي معايا في الموضوع هذا يوم من الأصدقاء خمس وربعين قادي بشيو صح وفي عريضة معنا يقولوا اللي هم يدافع على الزملاء ومضد لقامة الجبرية أنا مليش مع رأيهم أما كارثي اللي قاعد يسير كانوا ولو يتسبوا القضاء ويتهانوا وخطر هاي زميلتهم تشدت ولا خطر فهم من ناس مورطة الفساد رأوا حتى في عاد بن علي أغلبيتهم مكررش فساد وحتى القضايا السياسية كانوا أعطينا جوزة من القضاء الأخرين يخذوا وروح معاديين ويروح وعندوا حتى علاقة بن نظام بن علي خافوا يمكن لكن على كل حال ما خدمونوش فما جيش بعد ثورة تعتقد كل كلهم فساد ولا تقول الأمني لكلهم فساد ما فهماش أما فهم ناس اللي بهم الفائدة اللي شاد بالملفات صحيح رأوا ناس يا مورطة يا تموح يا مصالح لحقيقة خدموا النهضة وغير النهضة إذا كان رئيس الجمهورية يحب يوري ثنية سي محمد وهذا اللي قاعد نحاول نفهم من كلامك نسمع فيك بكل انتباه بش نحاول نفهم بالضبط محمد عبو كيف ينظر للوضعية إذا كان هو يوري ثنية يجي مثلاً في القضاء يقول حتى حد ما فوق رسو ريشة ما فوق رسو ريشة وتفضل وخدمه خدمتكم يجي في الداخلية وعطاه أكثر من مؤشر أنه يمشي لوزارة الداخلية قديم أمنيين وعسكريين على أنه هو القائد الأعلى للقوات العسكرية والأمنية وهذا خلف جدل كبير إذا كان يعطي في ثنية ويقول ما نرجعوش لقبل 25 هذا ما فيهش بذور استبداد هذا ما فيهش بذور استئثار بالسلطات معناها أوكي نعطي ثنية أما من بعد كيفش نرده مؤسساتي هذا هو يجب يحقق نتاج وكل نهار بحسبه وقت يحقق نتاج متاعه ويرجع السير العادي دولي بالدولة حلنا مشكلة كوفيد والمسألة الثانية تفتحت الملفات ما قلتش تحكمت بشيش الناس تساوي بشي سنة وحتوزرع كيف رو معدل النظر في قضايا جينائية رو ثلاثة سنوات في تونس وحتى في دول أخرى رو هذا يحيلنا إلى مدة الحالة لا ما نشحكي وعلى مدة الحالة نحن في حاجة وارك هذو ما ما تحسبوش حقها بالمناسبة حتى في 18 اليوم هذا ما زال ما عايتو لهم جرا رموز الفساد في تونس بزال ما عايتو لهم بش 18 اليوم ودور كبشينا في الإقامة جبرية أنا نعرف بعض الناس أنا ما تسأل شو ما مش في الإقامة جبرية أختريها سلم اللي توقفوا هذوما فما ناس حتى في المسألة المنية هنش يكون مخترين عليك في اللحظة هذا طبعا القرارات ترجع لفريق سيد رئيس الجمهورية هو حر أما زادا نحن كشعب رانا راقبو وراءوا في إجرائيتي زي ما يقع تسريح المقصود شو تقول لي قضاء قضاء قيد تهرب شنا رجع لها الروس عاد كيف ما نفعلش معك قيدوا خليش ما قصش عليك ونرجع تقول لي بالنسبة للقضاء شو الموضوع أنا نقول لك بصراح فما قضاء ملاية اللي يكون بالقضاء كنت طوى نحكي لك على قضاء محترمين يتهجم عليهم ليس وما سويش العاد نقول توقفوا عليهم القضاء أغلبيتهم الناس محترمين فما فهم ناس خاف وكذات هما بيدوا قضاء قضاء يشكيوك للجمهورية على يسيبهم ما يعادي لهمش ذاك أن نحن حكوم الفخفية قلتك فما نايم أو تواف الحبس والمحالة ما نحبش نزيد عليه أما قادمين ضدوا عشرة شكيات في قضاء يثل نحن برك في موضوع جبد فيه بلاستيك ودرا شنو وسخافات تقضينا ربعة شكيات تبعت للنيابة عومية ما يجاوبكش خاف من السياسيين رئيس جمهورية جاء قال للقضاء كثرة طولها غيري أنا بش أقولها مسيش هو ما قالهاش نقول لك القضاء مشكل قضاءة نيابة عومية وتحقيق وناشدة ملفات وغير كثرة طولها من الحسابات بتاع السياسة فيكم مشكون أنا حسب رأي عن طريق المسلع القضاء مانيش نحكي لأمور أخرى معنى أفوضوية ولا كمصار ولا العفاية ولا غيرة عن طريق المسلع على القضاء ذهل بلسيتهم مش في القضاء قولي كيفش تعرفهم في شهرين وثلاثة وسيلة واحدة يعملها معهم هما من باب المساويات مع السياسيين الكل أنا أقول لهم كل وما تقول ليش الإدارة متجم شو بالمناسبة رأي أنا عملتها في الحكومة الفخفيخ لكن في أجل صغير وعدد صغير من الأشخاص والحقيقة الإدارة تفاعلت معي في بعض معطيات في بعض معطيات الأخرى ديناها ونحن مستقلين فخافوا وقالوا هالي طول قالوا هالي طول قالوا هالي طول رأوا ثم مغادرين وهما بشي عملوا فيه اللي هي كانوا يجب أن تبحث في ممتلكات كل المشبوه أنا في رأي سياسي مشبوه فيه الشعب يعتقدهاك هاي فرصة زي بش تعرفوا شكو المشبوه فيه وشكو اللي نفس الشي مع القضاء نموه الثروة غير مبر طبعا نموه الثروة غير مبر فما برشة في كيين فما لي كتبوا بسمها مش بدا في بالك القيطة الوضعية حلت القضاء تتعلق ابناء بن نواب الموجودين اليوم وحلت الممتلكات متاعولين يا برعومي مش بدا في بالك لكن ملقيناش برشة وضعية بنسبة القضاء رأي مهم الملفة دي نموه الثروة غير مبر معيار نموه الثروة مش معناها باسمك باسم يقون بالقضاء في نفس الوقت تحركت ملفات سياسي الكل كل واحد يحد ضده شو بعيت له ويصير بحث يصير بحث رئيس جمهورية ويقف والمديرين العامين وقفين في فزارة الداخلية الجيش موجود في الشارع هالتحد بسامحني في العبارة ما يرجع يتبوربوا على الدولة خطي يتبوربوا عليها عشر سنين كاملين كان باند يقبل يحكم فيها يتبورب على الشعب طوال الناس يتبورب على الدولة وهاني مشكلة معناها بعد في العسل نوات هذه فرصتنا مع الفصل الثمانين كون الحق ونتائج في الموضوع هذه تحرر القضاء من بعض القضاء في تحمل أفات سياسي يوقف علش ما يوقفش في الموضوع القاضي البارح هل محبش تدخل أو اللقاف ولا حتى الاحتفاظ مسألة ستنائية مش المبدأ كان يجب أن توقف لكن في وضعية مماثلة توقف توقف وحاجة أخرى ضرورة البحث ضرورة البحث معناها كي تخرج وتبشي تلتقي هي وشركة متاحها أنت يقول كذا وتحفظهم درسه أنت تقول كذا وكذا أثرت في سلام تسايل البحث المفروض رأي وقع الاحتفاظ بها دونك المساج هي كاكسبسونال قادي في وضعية كما هذه صارت مارتين ثلاثة ما نعرفش مع الكل حال دي ما تبقى اكسبسونال أما المساج اللي يزم تتعدى روما فما حتى 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 فوق القانون وزارة مهما يكون أي شخص دون معناها أي استثناء يتبق عليه القانون في معنى يبدأ الملفهم وقت يزم يتوقف يتوقف وقت يزم يقع الاحتفاظ به يقع الاحتفاظ به جيب لي بواترشيف متاع واحد سياسي حطه في البيرو امتا قادي تحقيق هذا موجود اللي مطلوب اليوم هو تلبس يبدأ في الفرقة يسأدنه في الاحتفاظ به يقع الاحتفاظ به وهذا قاعد يصير وهكا لغالي بتمشي الامور متاعنا وتبدأ الإجراءات وتقع إيقافات ووقتها تنجم ترجع الامور لشال الظرف العادي امتا عتيتني نوع من خريطة الطريق وإلا هذا نقول كنفا السريع بالنسبة للرئيس الجمهورية في علاقة بالثمانين وبعدها ندخلو في السياسي وفي المجلس وفي خريطة طريق السياسية ورئيسة الحكومة امام مكام فيك امام في هذا الكل هل تعتبر إلى حد الآن أنه رئيس الجمهورية مع تفعيل الفصل الثمانين المرة الثانية نسأل فيه سؤال هل تعتبر أنه كان ناجعا بما فيه الكفاية وإلا فما بطء في الزوز مواضيع وإلا الثلاثة اللي تحكي وعلى ثمنتاشة اليوم ماذا لا فما بطء بتبيع حبيت أسرع شوية لكن طبعا فما ظروف هو أدري بها مني أنا ما عنديش فكرة أما طبعا أنا حبيت كون أكثر أسرع في هذه خطة زاد الناس طب هو اللي صار مثلا بعضوك الليل الجمهورية كيتحروا ورفعت الحصان عن الواب آه هذا كسب قاضي وكذا وليخ سب كذا وليخ رأت هذا بشيو جابوهم هم رأوا تصورش كانت تعليمات رئيسية معنا ما بتفاهمين به بشيو للسهل الناس بشيو للسهل الرأي العام يقولك وينه من الكبرات الكبرات رأوا موجودين أكبرات رأوا موجودين وفهم ملافات ضدهم وناس يجب أن تفهم ملافات رأوا مش وثاقة مسحين فيها كنت تصور مقاومة فساد بشتقى لك واحد ورقة مسح فيها أنا مش بالبساطة اللي تصورها وفي علاقة ببعض الإيقافات وأن التحرك السريع جدا اللي صار مثلا ضد ياسين العياري كنائب مرفوع عنه الحصانة ولا غيره هل تعتبر أنه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يجب أن تجيب قانوني برك رأوا دوسول يقول تبقى المحاكم العسكرية تبقى في القونين الجاري به العمل حتى يقع وضع قانون جديد يمنحها من نظر فهم معناها بالأحراء يأتي الاختصاص في المحاكم العادي وتبقى تنظر محاكم العسكرية فقط في الجرائم العسكري هذا إجابة يعطيني انتراك برانتاج جاء حزب باسم مطير ديمقراتي عمل في رضي 12 خدمتنا بيدي المشروع وقدمناه تنقيح لبعض الفصولي يخلي المدنيين معاش يقفو جمنا قدام القضاء العسكري ما نظروش فيه محاكمة فيما يتعلق بيس العياري فما فصل دي ما عرفش كان هو صحيح فصل 91 وكذا في حتى يتحاكموا في المدنيين وغير المدنيين مثلا يتعلق بكرامة الجيش هذا كفصل موجود أنا أضدهم قدمهم من 12 مشروع فيه الغاو ما يتمشيش مع توصف جديدة هذا اللي موجود ما تقول لي هما نفذو نفذو حكم قابل التنفيذ نفذوه أما اللي قلقني مثلا قضية متاع المطار خيال الأمنيين ذوكم فيه مش كل عسكري بحبالين فيهم مش عسكريين شنو اللي خلاهم من الاختصاص القضاء العسكري لطولة ما نعرف مناش عارف شنو لعبقر كيد فيما تفسير في إحالة في إحالة نواب لل لا يتحالوا مش ما يتحالوش مش يتحالو مش ما يتحالوش لكن عليش القضاء العسكري ودائرهم ومتعاهد القضاء المدني معناها لا نحكي على اختصاص قانوني ناس خطرة شفت حتى رجال قانون كتب وقعت بهت وما يقول القضاء الخطرة تعاد المحكم العسكري روما عن ناش ربما تحكي ولا مصر ولا دول أخر قضاء العسكري يوم تعاهد بالجملة من الجرائم الموجودة في مجال مرفعات العقوبة العسكرية ولا وقته يبدأ المرتكب الجريمة عسكري ولا المعتداء عليها عسكري ثانيا قيامي بمهامي ولا قضاء حق عام في عسكري المهم جملة من الاختصاصات بالعقس نحب نقولك في الفترة هذه التي تحكي على هنتي وتقول فيها أولويات ما فمش مخاوف من الانحرافات محمد أم بعض ولا في وسط نجرية هذه هذا بركة اعتبروا البعض داخليا وخارجيا انحرافات أنا مثلا أنا مثلا ما سافرت من 2014 نفرض وانا عندي أما مثلا أنا نحب نسافر ما ندغشاش يزمني نقبل راي بلادنا في وضع خاص ألا قاعد بحسبوا في حرب وصعوبنا مبعدنا كان في ظروف عادية رانا ضربنا عليكم بالبوني ما عندهم شي الحق ويزم بذن قضايا رانا في جرائيات متاع الفصل الثمانين وفهم هو شو الغاية منها وهذا عليش نقول لسيد رئيس والفريق متاع وسرعوا شوي 18 يوم مو فعندك زادالي جلعم في ظرف شهر نتصور ماكس يزم تتنحل جرائيات هذية ولي فهم ناس معاينين هم اللي ممنوعين مصفر وتبدأ المسألة واضحة ومن المفروض الزادالي تتحل الملفات هكرا هكرا أما يزم نفهم ومع بعضنا راه وفهم جرائيات استثنية به هذا في علاقة بالعاجل وهذا فهمنا أنت بالنسبة لك تقول العاجل هذا ينجم يكون فيه نتائج طيبة في مقاومة الكوفيد نتائج طيبة في تطهير ما بينظف رأينا وإلا في القضاء بسرعة والقضاء بيده يحس روحه جوانح وتحلت وينجم هو يتعهد وإذا كان فهمه بلوكاج هو يبدأ يتحرك بما أنه واضح أنه رئيس الجمهورية يقول اتحركوا هاكم مسنودين معاش تخافهم السياسيين لكن الآن هذا بش يحيلنا إلى السياسي وطاو بش نبدأ نحكيه مع الكاسكيت انت على السياسي طاير ديمقراطي ولا غيره داير على الطاير ما ندمتش شوي ياسي محمد الفترة اللي يمكنت لعمرك تحلم بها قاعدة تصير تاوى في تونس صحيح فترة سياسية مهمة لا بسوما ما تحكي الفترة بتعالوش على الأخيرة ولا السنة الأخيرة لكن نقول في تصوراتك للدولة القوية القادرة أنها تضرب على الاحتكار ولا تضرب على الفساد وإلا أنه الخوف يشانج دقاء أنه الخوف يمشي يتغير مكان من دمتش شوي أنا كنت لأني لا تستامن الفاعلين السياسيين المباشرين في علاقة بحزبك ولا في علاقة حتى بفريق الرئيس ولا غيره ما عنديش على شديد ما أنا شفت ذاكر حتى شغلت في الندوة السحفيرة وساعة واحد كيه بعد شوي ضروري ما راني ما بعتش على الاهتمام بالشأن العام ودلينا أنا بحذيك ونحاول نبلغ رأسانة وانس من الضغوطات من الإكرهات اللي تكلم عليها رئيس الجمهورية البارح بطبيعة الحال أصبح هو التنبو السياسي الكل عند رئيس الجمهورية ولذلك أسأل علي هو البارح تكلم على مواصفات رئيس حكومة لكن زاد على فكرة خريطة الطريق وين ماشيين نحن سمح أنت عندك فكرة كسياسي أحنا وين ماشيين في البلاد التونسية حاليا ما هي قراءتك مثلا الجملة اسمها لا رجوع إلى ما قبل إلى ما قبل 25 كيش تقرأها شوف أنا ما نقرأ شي أنا عندي قاعدة ما فيهاش نقاش لا من حقك يا سيلياس ولا من الحق سيد الرئيس الجمهورية ولا من الحقيان والحقير هذه المساس بالدسور رأي خط أحمر آما الدسور رأي يسمح برشة حاجات مش يستتصور الدسور عرقلكم دسور حتلكم فسل ثمانين بالمناسبة من مزيل حتى حد الفسل دك موجود في معظم دستير العالم شاب ديما تفقين في موجود الدسور 59 لا ومش هذا رئيس الجمهورية اليوم يتصرف وفق الدسور بيه هذه للتذكير هو قاعد يذكر فيه ومين وانا ذكر بهذه تقولي بيه وشوي خليك تضمن فيه شخص يا فد في السلطة فماش تضمن فيه شخص صحيح أنا مليش رأى فيه انقلابي لكن هذا رأي يزمني أنا مليزمك شنتي ومليزمش ثمان سليس ما هو فيه وانا بيدي زادة نجم قول لك رأي ما فيهاش لعب في المسألة مصلحة دولة مفيهاش لونك هو فما قوية مدنية وقوية حية في البلاد رأي يا زب يجب وانت تتصدى لأي مسألة بيه أنا مريتوش قال لي هو يحب معناها يخرج على الدسور ما زال في الفصل الثمانين لونك عكرت ما نرجعش إلى ما قبل 25 موسيناريو من داخل دسور أنا جم نقلها ب20 ألف قراءة شنية قرأتك أنت أنا ما نعرفش قراءة الرئيس شيقص أنا دسور شي قولي أنا دسور شي معناها أنا في بلاس وش عمل أنا نكمل ساعة جرائتي هذية يفهمت وانساة صار في البلاد في بضع أشهر واتحدى أي واحد يقولي لا دخلي يتخرج معلومات القضايا يبتخدم على روحه يوخجنا تقرس ما وشو سن للبلاد ويقافات ورموز بتاع الفساد ورموز بتاع السياسة هيف كيف يتحس لغراند بيرج هذية ضرورية تعرف علاش مش لهم هما للعدالة اللي معاقبتهم فقط اللي هي حاجة مهمة الأكثر من هذية لكل ما سيحكم بعد رد بيك تغلط خطر الدرس هذالي مخذووش متر بلسي ما لورزمه هذا شي شي ثاني طوى يخرج الرئيس يقول أعلمت نهاية إجراءة الفصل ثمانية بيه عندك رئيس حكومة مستقيل ويزمي قدم استقالته مكتوبة زادة سي إشامي إذا ما زال ما عملهاش المصلحة البلاد خطر دوسو يقول لك دوك أنا ما عنديش رئيس حكومة سقاط الحكومة الكلو موش هو قادي سيدي بيش خلي الحكومة اللي هو بيش عينها سيد رئيس الجمهوري ما فيش حتى شك رو يرجعوا على جمع يرجعوا على ثنين البرلمان مسألة أخرى أمروا بشي رجعوا جمع على ثنين خطر ما فهم حتى حل في الدسور جاي بحثك سيسليم من برح ذالي أنا طبع فيه سيسليم بالمناسبة يحكي بمنطقة رجل القانون فما جينا بأخلاقي وطني في الكلام اللي يقول فيها ماش دي ما متفق معها في حاجة يقول لك يقول لي فما رجل القانون يخرج يقول لك الرئيس سيفعله كذا وكذا وكذا وبشي حل الدسور وبشي عامل قانون من نظر بصرط العم يروح من البحثي يكمل هنا ايو انت شو وراك يا مواطن انت معه ولا ضد ما يقول لي انت ضد خدك رجل القانون تجرب شكور معه الرئيس ما قالش هو يحب يعمل هكا ما الناس شجع فيه لا بس لكل حال من بعد يسي يخرج ويناديك وننتهت الاجراءات متاع الفصل الثمانين مشو وصل الحياة عادية فما مشكلة سياسي البلا ما انا دي يصعب كونه يرجع مش الشعبوية والشعب غاضب مش كون الشعب غاضب تفهم مش انتي اللي حكيت هذير اليوم فكرة الشعب بعض جمعتين يعلم الله هش فما ما انا مش هذير موضوع انا رأى تأزمت لو ضعب بشكل كبير ما عاش نجب تكمل بالاغلبية دي عاش تين تعاين شخصي ويكيب مستحيل يصادقوا عليه تفوت اجيل معينة معناها لتشكيل حكومة ما تشكلش حكومة ويتحل بلا ما احسبوها حتى خبث ميساج كيف حدراها معناها تلاعب تلاعب اما في حدود دوسور خروج هذا دوسور مش خد تحمر مناجمش حتى حد مناجم قال لي فما ناس قالوا وقت الثورة انا هي الثورة تحكي لها ثورة بتاع 17-14 صار تقبلها واحدة 1840 علي بنغضاء مش كل عشرة سنين الثورات رأي قاعدة تسير وكي نعودوا روحنا ضربة ضربتين ناحين دوسور شكون قل لك انت كي تعمل جراءة دايما يخرج لكش واحد غضوا زادة بدب بات يقول كيف كيف ولا مش عاجبني سياستك وطل ناحيك الدوسور هو الضمانة للاستقرار الدولة نوك ما فماش لعب بي في وسطو هو معناه لي أول هذا ما تفقين فيه أما أنهينا العمل بالدوسور هذي كلمة ما نعتقدش كون نناوي بشي قولها وما قالهاش بالعكس يومين يأكد لو في حد الدوسور وثنين نقول للناس اللي هما متسمين من سوحة البلاد اللي هما منو خب نحب نوجههم شوي الحقيقة متعمت وختي يقولوا عادي كون أن نوقف العمل بالدوسور نقول محشموا شوي تي كرمتكم تي كرمت ولادكم تي ما يبقى شي فيه الدور تدخل فيه فيتن لا قدر الله الضامن واليجمع بناتنا نحن التوانسة عاملين عارك نحن ضد نهضة الواج خاطرها جاءت مارس في الجريمة وخارج على الدوسور وخارج على القانون وعملين نهضة مع الحزاب الفازة كيف كيف لسبب بذلك جي تعمل نفس الشيء مجينش اليوم مهما تكون حتى غايتك نبيلة تخش على الدوسور ما تجربش تخش على الدوسور مزلنا في الفصل الثمانين أعتقدوا أنه ملتزم رئيس جمهورية بالفصل الثمانين شوية نخبي نقصهم الكلام في وسائل العلام من قبيلة عادش به لا مش عادش به الدوسور يبقى تحب تنقحهم بعد عندك أغلبية تفضل نقح وقنع التوانسة وخلي حملية ديمقراطية وكل حاجة واحدة بلايك أمالت أنا حكيت على الفسائل لكن زادة حاجة أخرى غدروا بصير انتخابات سيفرية فما جوزة مطبقة سياسية خرجوا مفضوحين بفساد وذي يزم تسير في وشرا في رأي لك فما حاجة أخرين عندهم وسائل العلام أنا مقدمش كي في حركة الناس على أقل العرب على وسائل العلام قال بتونس عنده حزب وزادة كي عنده سمحني القناة متاعه هذو ما لكلهم رأوا يزم يكونوا موضوع تدقيق أنا هذك عليش انتسائل 18 نوم عليها عليش ما صارتش مصادر كل الوثيق متاعهم وشرافهم حكمتهم لك رأي خادمة مشروع على القنوات هذي جيت بحديك وأنا في حكومة سيد ليس فخفا قلتك سنطبق عليهم القانون وعرفي رئيس الحكومة كلامتوا قال لي وليهمك مش نفذهم فوت لها لازم نتعال كوفيد برك فوتنا لازم نتعال كوفيد جاد استقالة رجعت للإستقالة وروا معايا بالفعل كان جات وحتى يعرفه الوخيان في العكاة قد يش كنا جدي حاجة برك دخلت فيها قناتي دعية معنا في سفيقس مع سيد الوالي ذي بدورنا إذا الرئيس سي محمد قاعد تقول خلي يفهم المستماع معنا نكملك الفكرة سمحني نفهمش انتخابات ديمقراطية وعندي أحزاب في وسطي تمويل مني نجي مولي قنوات وأنا داخل معها غضو في منافسة المنافسة لا تكون إلا على قدم المساواة بالناس في حدود القانون وشفى فيه ما يتعلق بالتمويل مش نهزك مش نهزك غادي للنظام السياسي وللانتخابات الوقت اللي يزم السؤال هو الات انت قاعد تقول فترة ينظف فيها يخرج من وضعية A إلى وضعية B وبوضعية B يبدأ يخدم مع الدولة السليمة انت قاعد تقول الدولة التونسية الآن في الإنعاش السريري طبيبها ينجم يكون قيسس عيد بقالية الثمانين سير اخدم خدمتك بعد ما تكمل الداوي أرجع للبر أرجع للدستور أرجع إلى بر لما ننضيف هذا هو الفصل الثمانين هذاش قاعد تقول هو هذا الفصل الثمانين والتطبيق هو اللي تخل فيه سيد هذا هو بشكل عام بشكل عام بشكل عام انت قاعد تقول هكا هلن راجعين بعد الفاصل خاطر لازمنا نفهم وقت اسمه مولا أي نظام سياسي هل إذا كان مشاه رئيس الجمهورية إلى والبعض قاعد يسوق إلى ذلك إلى دستور صغير وتنظيم مؤقت رواية اللي نزمنا لقرار لها حسابها سي محمد قبل ما نوصل معاك في بعض الأفكار اللي قاعدة تصدر الآن حول قرارات رئيس الجمهورية وإلى خارطة طريق رئيس الجمهورية نحب نرجع معاك شوية للماضي في التشخيص على خاطر فهمت أنه الأشهر اللي تحكي عليها هذه انتهي على حد تقديري الآن أنا سي جابان دون فوتسانس إذا كان نمشي معاك في حديثك هي أشهر مصيرية بالنسبة لتونس تاريخية بالنسبة لتونس شنو أريد تنتيزي محمد أنا كي قل لي قبل أخذ رجبتلي كي تقول لي ناس دوسياتها تقف في رئيس الحكوم ولا ناس دوسياتها تقف مجس أعلى القضاء ولا ناس دوسياتها تقف وما تخلطش إلى حدود المحاسبة ابتزاز إذا المنظومة كانت فازدة كانت فازدة إلى أقصى درجاتها وقتاش مش نشوفوا مؤشرات أولى أنه هذا الفساد رفع أنا هي الدوسية الكبيرة سأقول ملف هو بعاد الناس اللي ما فاهم ما يتصلح لو فاهمها ناس ممكن يكون غضة طرف شكون يعرفهم يا سي محمد آه عاد رئيس جمهورية يعرفهم ليه كيفش ما يعرفهم يعرفهم ليه عادي كيكزون بلجي مثلا لنوزارة وزارات ناس خدمة أطراف سياسية معاينة فهم مش كون يخدمها على الأخرى دي مغير ما تخم دي كي ما تحطوش في لقام جبري يبايا معاه والحقيقة فهم برشة منهم روايز وكتبعدهم فما ناس خري رأيذين أما مضربوهاش النهضة خايفين هم أغلبيت المواطفين في برشة وزارات روخدموه كاك هذا معلومات سيد رئيس جمهوريا عنده أجزارة معاه هو يعرف العبات فهم ناس تبقى معروف في فلوسه في أموره في كدام يخدم في الدولة ولكن ذلك أحد جبت برشة مرة تعتبر أنه بالنسبة المديرين العامين أنا كتحطها فوق وزير باية طرح بعليش تحب لي لوم عليه أما حكيت مع مديرين عامين يقولك عارفيا قلياك طيب أنت حط وزير فاز بش نجي لوم أنا على المديرين عامين فعل أساسي كان موجود في المنظومة من 2011 إلى حدود إلى حدود 25 منتخبين لكن في نفس الوقت كانوا في وقت من اللوقات موجودين في الحياة السياسية تعرفهم ليح في وقت من اللوقات دفعت عليهم وهذا حقهم بطبيعة الحال وقت يصير القمع لكن السؤال هو كيف لمنظومة أن ترجع بعد 25 ويتكون صارت محاسبة النهضة على أساس أنه سلوكياتها التي توصفها أنت ما تتعاوج كيف؟ سلوكياتها هي سلوكياتها هي شو الظامر لذلك هو أشوف النهضة شو أشكال خلو دخل أكثر تفصيل نهضة غير النهضة أما خاصة النهضة خد رقم واحد خد الغلطة رو كانت ولي استهداف النهضة فقط حتى بوليتيك مو خائب نحن مش في دولة شقيقة تصفي في حزب تصفي في الفيزدين ألا غالب زارها النهضة ولا هي أحبط ولا اختارت هي رقم واحد في الفيزد على أقل بينها في الصورة وفي اختراق الإدارة لون كذلك علاش يركزوا عليها ممش هي فقط وقت توصل أنت تحاكم قيادات متاحها توصل تأخذ إجرائيات ضد الحزب بالتنبيه وكذا يتحل ما يتحلش مش قضية الحقيقة من هبش يسر العبارة هذه خطر مرسوم الحزاب يقول لك عندك إجرائيات تعملها المهم تبدأ تباشر فهلا معناها الإجرائات هذه من بينها التنبيه حتى توصل ربما لحل توريها اللي البلاد تبدلت مش وراه لها هي هي فهم الناس روما فهم ما يتصلح فهم الناس سمحني كما ناس بلسطة في الحبس روى السلاح المجرم خدمت بي علي برشة الموضوع عدي رأي مثلا معناها مهمة في قضايا كبرا شو السلاح أو حاكم على حد بالموابط شو سلح انتي تعمل في رد عام للمجتمع للناس الأخرين يجيوا حزاب أخرين يخموا أخويا في لحظة روحة في الحبس يخدم مظافة ما نملكش قنوات التلفزية ما نخش تمويل أجنبي في حبس نتعادل خمس سنوات سجن دون لجنح لكن ممكن نتعادل على طبي دمويل وممكن نتعادل من دولة الخارج ما نمو مناسبة دولة بيعطيتك فلوس يجب أسلي البحث ربما وصلنا لحاجات هكا عقوبة ما تعرف قداش عقوبة تسارمة نهارتي يصير الرد عداية في بدايته في اللوش هلالولا يجيوا معاش نجم ورجو ثنين يجب تصلح المنظومة عن طريق شكون ياخذ فلوس على البحر ولا على ليبيا ولا عن طريق بعض سمحني بشقول عن طريق بعد دبلوماسين ما نعرفش أنا لحقيقة حتى أنت ما تعرفش وغلبي تنس ما تعرفش فلي خليفة ما نستعرف حاجات سمعنا حاجات قبل على الطائر هكا وهكا فرصة بشي الناس يجي اليوم تهبط من الفات وتحكي منعوني قبل تفضل هاو تقارير اليوم كيف يش دخل فلوسهم مهمة فمبرشح زيب هولي خايف المنظومة ترجع اللي خايف سمحني ها قلتها واحدة اخي بعد الفاصل الثمانية رئيس جمهورية هذي اللي استهانوا بي قبله وينتندروا على السوريخ ولكل مو بشي يرجع لقصره مو بشي يرجع لقصره مو بشي يرجع لقصره مو بشي يرجع لقصره تابع في كل شي في البلاد الاخيري يرجعوا أن عادوا يعود وعندوا وسائل وعندوا قدرة وجربها والناجز الكل تحترم الرئيس الجمهوري بالعكس ما عندهم مش يزيد ونقول ليلك تتعدى سلامات كان السيد رئيس الجمهوري والفريق متاعو وينشحوا في شهرين ثلاثة لأربع بارا ونتي قاعد تقول أن العقليات ستتغير ما تتغيرش بالفرض تتغير العقليات تتغير في معناها في أجيال أمنا نحكي تتفرض عليهم تتشوفهم قدر شوالي ومتربي يعطيك هذا شوية قصدك رئيس الجمهورية اخدم خدمتك تنهارتي ترجع لقصرك تلقى الناس شدت اثنية هذا شقاعد تقول شدو اثنية بالقانون ويعرفو مرواحش مثل الرئيس كان نحكيه على الموضوع هذين طال الخمس سنوات وحتى بعد الخمس سنوات يمكن نعاوده كثير بحشابية ونصور بشير بحمنها الشعبية كان يحق النتيجة وحتى بعده هو معنا بعض يدو منوضوع متاع هو كميم حسولي فما محاسبة ناس تضحك تعتقدوا كانوا يعرفوا ما عنده ما يعمل كانوا يتصوروا على كل حال حاجة واحدة من اللي مش للنهضة فقط للدرس رو غلطة كبيرة نهضة رقم واحد في وسيدة صحيح فما حزاب أخرى ذاك علشان قول لك بين غزارة المالية والاستعلمات وغزارة داخلية في شهر ينجموا يشوفوا السياسي لكل ممتلكات معايلتهم بسحابهم منقعدوا معهم في القهوة لازم قلتك شهر اللي يقول لك لو غير ممكن يغلط فيك قدش عددهم ممالف ينجمي كمال في شهر تحكي القوضات هذيك موضوع ثاني تحكي تبدأ حتى من اللي حولهم شبوهات أنت إلى حد الآن أحكيت على سيناريو في نتاق ومربع الدستور وإلى حد الآن أحكيت على سيناريو ينجمي خلي كما قلنا الوضعية تتبدل من نقطة إلى أخرى إذن انتقال نوعي على مستوى الدولة وعلى مستوى الردع يخلي غدوة المنتخب يحس روحه يحاسب في كل وقت ولذي يولي منتخب عنده علاقة جديدة بالإدارة والإدارة بيدها عندها علاقة جديدة به به أوكي تقول أنت مع هذا ذري ما التخميم هذا الناجم من أما إذا كان واخر ويقدم رئيس الجمهورية يعمل تنظيم مؤقت للسلطات يعين مكلف بإدارة بإدارة القصبة مكلف بإدارة القصبة له رئيس حكومة وله وزير أول مكلف بإدارة القصبة معناه تقريبا كتب عام معناه يجيوه لبرافير يصحح ويعود يبعث للوزارات الأخرين وفي نفس الوقت يبدأ رئيس الجمهورية يرتب لي استفتاء حول النظام السياسي واستفتاء حول النظام الانتخابي شو رأيك سي محمد لا أنا رأيك نعين رئيس حكومة ويأخذ الصلاحيات رئيس حكومة متاع الدستور الحالي خطرت أو أشوف المنظوم غير واضح إذا كان مشي في هذا أعطيتك أثنية سي محمد مشيت في أثنية آه معينش رئيس حكومة إذا كان مشي في هذا والله يشوف فما مشكلة قانونية وبعض بشتطرح الحقيقة رأيك تفويض والمسألة دي برش تفاصيل قانونية في الموضوع دي خليني من جانب القانونية نبقوا في السياسي نبقوا في السياسي بشكل عام هذه مسألة مؤقتة تقولي القانون المنظم بالسرعة العمية ولا كلام آخر تعرفوا نحن مثلا الأمر دي اللي تبق فيه سيد رئيس الجمهورية اليوم فمثلا في اللقامة الجبري اللي هو الأمر عدد خمسين متى ثمانية وسبعين كيفش تعمل لها دي في عد بورقيبة بورقيبة جي عمل الأمر عدد تسسا وربعين يوضعوا فيه حال تورى في البلد كسارة لحداتها ستا وشي جيو في ثمانية وسبعين جيهم مسؤولين معها قالوا لي كيفش نجم تعملها بدون قانون فالقانون عملهم بعد ما أعمل الأمر اللي أولين عدد تسسا وربعين عمل فيه حالة تورى بس الأمر اللي بعده عدد خمسين عمل فيه تنظيم حالة التوارب نجم يعمل حاجة من هذا القبيل إذا هو أحكي حتى على إزدار مراسيم أما قانون مرادة بسرعة العمية رأوا يفهم منه محل الدسور ما نجمش تعمل حاجة عن محل الدسور ينتي في الفصل الثمانين متى الدسور أما نص آخر يسمح له بتنظيم ما ينجم يعمل الفصل الثمانين محدد الصلاحيات رئيس جمهورية في اتجاه مجهود معين يهدف ليرجع السير العادي الثوابت حقوق الناسان بشكل عام وفما بعض الاستثنائات مرتبتة بالحالة هذه الاستثنائية الثوابت متنجمش بالكل الطول في المدة معندهوش حق بالكل الطول في المدة هي استثنائية ورأي جمهورية بشيء قديمة أما الفصل الثمانين لا متنجمش بشيء قديمة في المنضاء أما بالنسبة للفصل الثمانين لا للروحهم بتاعهم وشي تعتطول وحاجة أخرى في وضع معندهش محكمة السورية وقلنا إجراءه مستحيل يزم يعملون أما تجمش تقول لا بدون أي رقابة وحاجة أخرى ماذا حاشدنا بها العام والعام ونص وشون المشروع المشروع حاشتين عاودنا نذكر مسألة تعلق بالكوفيد وحق في نجاحات في مدى صغيرة ومزلتها نجاحات مسألة الثانية بتاع الفساد والفساد رأي بدايات المحاكمات وتحرر القضاء والدخلي لكن سي محمد برشا ناس وبرشا أصوات وأصوات سياسية ومتنظمة ومتنظمة وقعدة أكثر فأكثر تتكلم تحث فيه للذهاب إلى جمهورية الثالثة حب نقوله سيد رئيس جمهورية روه في 2013 وال2012 خرجوا مجموعة من رجال القانون قالوا كلام لا مش كون قال روه الدستوري يزي مكتب في ظرف عام وتوعاد الحكومة دي مش شرعية وبرنها بتنهيجه على القصبة موجود كل شي في تونس فقالوا رجال القانون أنا نعرف من يجبش يقوله للطلبة متاح كانوا أمر يخالف قانون ومنظم الانتخابات وقت بتاع المساة السيسي ويخالف الدستور الصغير لكن قالوا دي من الناس تقول في حاجات في تونس روه أنا أقول لا أدعو لله تونس السعب شكونه من العقالة ويصدقوا العقالة سيد رئيس جمهورية عود يوميا اللي هو ملتزم الدستور وانا أقوله سيد رئيس ما تسمعش هالغراية هدوم وتقهمش هالناس هدوم وممجدين نحيل الدستور وكذا وكذا شو حتى أقول لهم طول مثلا الحالة اللي حاب يتخلص من النهضة هي نهضة بتوعية ترى كانت بشتيح في الانتخابات فما اختر رأيخر زيدا غير النهضة نهضة تحفي الانتخابات أما تبقى ديما تأثروا تشد دوسيات وملفات وفساد وكذا وكذا أما فما اختر رأيخر يخلطوا لك ناس هرين يخين سيتوا من 2014 بحث أصواتنا ونقع لهم فناس سيب عليكم من يدي تونس من ناحية فاز حد فاز ومبعد زوزت تقابلوا مع بعض مع الدولة كثرة تدكتقوها معناها مش شوية زيدا لي صار وقت التوازي نحن نقول لهم ما يقعدوش يلعبوا بيكم كل خبسة سنين أربع سنين هاو توجبين لكم فكرة ولاي دوسور وجديد ومشكلتنا في دوسور ومشكلتنا مش في دوسور مشكلتنا في ثقافة في المجتمع السعلي تخليكم تصدقوا أي حاجة تتقاللكم واثنين في رأي الأي سياسي يحترم روحه كونه يحكي الفترة دية على دوسوره جديد دخلينا في دوسوره دية هذي هو الضامن لشرعية الدولة ونحكي على الشرعية شرعية معناها المطابق القانون خرجنا في منطق الشرعية رانا دخلنا في الفوضى الشرعية زادة لملك زادة مجموعة من المواطنين ويهجم وشوف تحبوا تخلوها البلاد في فوضى يزي متعبت البلاد دي قرون من السبدات جاءت ثورة فرحنا يا عشر سنين تخلي بالفساد أو تكسلك الفساد أنا في رأي قادر عليه في بضع أشهر تتشوفوا الوجود تتشوفوا الوضايا تتشوفوا الممتلكات ويزموا يخرجوا ونحيان يواجب تحفظوا ويخرجوا هاوا ممتلكات هاو كده والقضاء تحر من القضاء تفزين ومن الخوف من السياسين وتتبشي البلاد وتتحسن وذيك هي عرقلتكم نعود أقول لكم إدارة جاهزة لسلاح يغلطوا فيكم نقال لكم منظومة سابقة وكذا وإدارة عامية وكذا جاهزة لسلاح حط وزراء محترمين رئيس جمهورية موجود رئيس حكومة محترم شعب فيق شوية سحفة تخدم لكن سيد محمد ما فهمش مؤشرات على ذلك لحد الآن فهموا مؤشرات على أنه لتابو ما زالوا مثلاً لتابو متع تمويل الأحزاب ما زالوا محكمة محكاة محاسبيت واضحة منذ أشهر جراء واضحة منذ أشهر في علاقة بالانتخابات البلدية واضحة منذ أشهر ومنذ سنوات في علاقة بالتمويل الأجنبي والقرار التونسي والتأثير عليه صار من خلال لوبياة خارج أرض الوطن هي واضحة هذا واضح هو ما صار فيه شيء واضح واش تقول لك فهم مشكلية قانونية نعرف الناس تفيدك تقول مشكلية قانونية توميو 23 سنين تحب تبقوك فيش تبقوه ساعة والحاجة زاعة كتنجوا تبقوا ليزيب حكيت التمويل هذي وكل المعلام المفروض رو تخذ الوقت يعني تخذ القرار في الوقت وما عندهم مش ولا مزروبين وليزي تخلي ساعات متن ذا تخش القرار هذي صعيب عليها على كل حال هذي موضوع ثاني طو عند محكمة المحاسبات رو عنده ابتديه وعنده استثنائف رو محكمة المحاسبات رو بش تاخذ وقت كان فما حد معامل بسير هذي في الجرادة استثنائية تخوش لكن هي عمرها ممشيت الى تور الحكم ما دخلتش ديما قاعدت في نتاق الرقابة انا حب نحكي لتواسة وبش نجعلهم مقالبة وبش عتيكم تواريخ انا قدمت الشكاية باسم الطيارة ديمقراطية نهار 3 اكتوبر 2019 في موضوع اللوبيينج ماشيبناش بدعره موجود على انترنت الاخبار اميز محد يتشجعون بشي عايتونا في 24 ساعة لحقيقة عايتونا لسبب سياسي عركة بين زايد وعمر وهو في السلطة شرطة والحرصة خدموا كملوا الخدمة بتاعهم في 4 شهور على مسؤوليتي في 4 شهور كملوا خدمته ويعرفوا الحقائق الكل معناها في بداية سنة 2020 كملوا خدمته وقتش تحرك الملف سمعتوه في الاخبار وقتا صارت 25 جويلة قالوا لكم مراء واخذينا فيه قرار 14 جويلة دونك دليل كون القضايا رقت في الملفات سمعتوني تواسة فهمتوني التوريق قلت لكم في بداية 2020 كملت وسيم اللوبيينج وفي بحث اولي علش بتحلش بحث تحقيقي معنا قادي التحقيق هو اللي نجم يكشف أكثر حقائق معدين الأربعة لحظة تشتعمل عندك وكيلة جمهورية عندك وكيلة جمهورية السابق ولا الحالي ما أكيد من الاحترام إليه أما يزو يتعلم بياخذ قرارات أو الاخر أو الناس خرجت ملفات وقال لك عنده علاقة بالناه ده معروفة الحكاية خلي من الجهازة هذي حتى في قضايا أخرى معروفة هذي ما عندهش علاقة بحزيب في بالي لكن هكا بسيسروح وشوني بسيسروح بس القضاء بربي عينوك لجمهورية هكا شريف شوية هكا شريف معنا كلمة انجليزية باي شريف هكذا فما في الاسم وجوج كده اي اللي يلبس نجمة في الفلام الوستير معنا يزيب نحضك كيك معه وستيرن شوية معنا يزيب نكون قوي مش معناه طبع نيمة قادي وكده وكده يزيب نكون قوي شوية سمحني ما يحسب ما حتى حد ميموس جاسي كي جمهورية في دي تونس حاجة كبيرة يسره قضايا الكل عنده هو نزيب شح سبيت ونخاف 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 باي شو معناها ريقت وريقت عند زميل وجه هو كم الرقده 14 جويلة وقت تحركت بالمناسبة لجريات العمل للسيد الرئيس رفهم الناس خايفة منها عندها مدة ما نعرفش على يس تحرك في 14 جويل المهم تحرك بتاريخ متأخر برشة الملفة دي وهكا ملفات وملف التمويل متاع القنوات وقتش يتحل روهم تقوط بقضايا مالي بشي عايتولي أنا بدي يسمعوني اسمعني السيد مساعدة كتير وريف الموضوع ونصوره روه كما اسمعني روه اسمع الناس خرين أنا وقدك أشيكي ولك معنى ما أنت الدوائر سياسية ما زالت مؤثرة وضع رئيس الجمهورية يحسب ما أنت ما قلش شوف رئيس عنده 18 نيوم ما نعرفش كيف ديالة شراءة دي وليما ماذا بينا زاد رأت وشوف ما عندك ش حتى حتى رأي العام يزم يعرف تفاصيل بتاع القضايا ما يزمش يعرفها أما كونك حليت ملف تحقيق فيما يتعلق بامتلاق قنوات الفزير رأي مبالغ كبرى رأي حدك ضب عليهم مرة أخرج أحكي معايا في موضوع خنقولك بدون ذكر الاسم يحكي لتفاصيل يقول لي تحكي فيه رأي مسالة بسيطة أبسط من اللي تصوى رأي مبالغ ذخمة قاعدة دي من الخارج لتبقى سيسيكا كل وولا حركة النهضة نيدي تونس كحكيت هنا 2014 سبونا ناس كل كل فدوا كإني نظرة في حركة قلت رأي أخذوا تمويل من اللي مارات هاو كخرج واحد منهم كيتعاركوا وقال رأي أخذوا تمويل من اللي مارات المعلومة دي عنا من اللي 24 تونس مصخيس 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 بتبيع ما دأ شوف المال السايبي على مسارقة حتى بن علي بيناتنا تي من دحية الشعب يمتفضوا على حقه ما تتكلمش على حق سي نورما هاكي تحركوا تحركوا 200.300.000 شارع طيحوا وطاروا به لزم ناس تتعلم دافعوا على حقها ما قلتش عم فتاهم فهم شي هاو رأي جمهوري مريقا مبواجي محمد الناس هاي قاعدة دافع على حقها في الخروج والمساند القيس سعيد في 25 لكن فما تخوفت أن المساند هاي تصبح لدى رئيس الجمهورية الانتخابي معايا ممثل حركتنا هذا وان هنا ممثل حركتنا هذا آخر كلمة قالها نحن ناثقوا في الشعب التونسي آخر كلمة قلتها وانا وقتا مين عمل الطيار نحن لا ناثقوا في الشعب التونسي ناثقوا كان في أقلية فقط ليلة انتخابات ليلة صمت الانتخابي وكذا كرايب سأقول للسيد رئيس بتعمل شي اسرعة تواسروا وكلمة تهزز وكلمة تجيب خليك مع المبدأ خليك مع المبدأ وفي الأخر هوا جينا معك يحبوكم ودي جاي شو قد يشو قد يشو قد يتصوتلك وانا وفي خبس وعشين اللي كنا فرحنا ونقزنا بالفرحة الحقيقة خطر حسوا بقمع معنا عصابات تحكم فينا في تونس ونقول ليلة بوضوح وما عندكش فكرة معنا انا بالمنطق لسباب يكون تحكي فيه والحسة انا والتونسي فرحان بالموضوع اما تقول لي ديرباج لقدر الله هذا خط أحمر ماذا بشي يصير والحاجة من يشرف الرئيس ماشي فيه واثنين نعاود نقوله سيد رئيس ما تسمعش اللي يحاولوا يغريوك ويحلوها كأفاق وكذكر معنا شي كان في حدود دوسو مش نختم موسي محمد رئيس الجمهورية في حرب مش رئيس برئيس الجمهورية الدولة تنسية دولة تنسية فرحة في حرب ضد عصابات بالضبط عصابات اخترقتها أما هي ديما تبقى عصابات والدولة ديما تبقى كاكية المستقلة عليها وحان الآن الوقت بمفعول القانون وبإنفاذ القانون القضاء على العصابات والرجوع إلى وضع سوي هذا شكاعد نقوله هذا شكاعد نقوله برشة وشوه بتبعتك أن تبق القانون تكونوا في حال تقاف تحفظ مش معناها بإذن للقضاء تخدم خدمتوكي ما يتبق فيه على زي دو عام ما تتبق عليه رغم ما يرجعوش للبرلمان واثنين عاوني أقول لك البرلمان بتبعته ما يزموش يرجع بمعنى يتواصل أما يرجع مدة زمنية صغيرة لتسويت وضعية دسورية فهمتها لكم أنا وفهمتها لكم أحسن مني الأستاذ سليم لغماني البارح يظل يزيد أفهم هو في المعنى ذا يرى وبش يرجع جمعة اثنين اللي هو أما في الأخر حتى حد ما حاشتو به تسباب سياسية كل السيناريوات مرحبا بها المهم تكون في حدود دسور اللي قال والرجوع إلى انتخابات سابقا لأوانا والرجوع إلى انتخابات سابقا لأوانا دون عصابات مش معناها تمنع عن نهضك ونا تشارك تشارك مش قنوات تلفزية وبتموية اللي تجيبولي من الدول الأخرى وكل أما عندك أمن فايق تعرف قدش من القضية صارت في تونس متاع واحد يعتفي فلوس الناس في الشراسواتها صارت في ريانا انتخابات فاتة وسايبوه بالوقت وصارت مرة دهالي في ولاية نابل من العام 2001 ورد القوانين الكل وقت تنص على جريمة وميعاقبوهم بشي لهم طولة من معاشطة قبل إن شاء الله وقفة سهلة سيد رئيس جمهورية كدتسير انتخابات المرجاة ومسؤوليته هو الولاني في الموضوع ده زينة متبوريبة وعصابات وشرين ديمام وتمويل ومرة واحدة لأصحاب المؤسسات اللي مولوا وزيدة الحزاب السياسية ودفعوا برشي الاخير يفهمها سويل بشي ديوبوا لي نهار البحث تعطي مليار الحزب سياسي تحبني نصدق اللي انت توم بقضاية معينة وبفكر وبديولوجيا معينة انت واضع عندك بلافت فرصة زيدة إن شاء الله يفهم قلت لهم من أقبل لهم ما يسمعوكش توا مع الرئيس مالي يقول فيه الكلمة ذيبش ولي تسمع شكرا لك محمد عبو برقل أوفكش